بعد تفجير البيجرز بيّنت بسرعة الشركات اللي باعت الأجهزة المفخخة لحزب الله بس الهجوم السيبراني لتفجير الأجهزة كيف صار؟ عملية تفجير البيجرز فيقلها بعدين الأول خرق سلسل التوريد يعني التدخل بعملية تصنيع الأجهزة لتفخيخها وبايع على الحزب بعدين هيدا اللي صار عبر الشركات الوهمية بأوروبا اللي استعملت اسم تجاري معروف لشركة تايوانية البعد الثاني هو الهجوم السيبراني يعني كيف انخرقت الشبكة ووصلت رسائل التنبيه اللي دفعت العناصر لحمل الجهاز ومن بعدها إرسال إشارة التفجير أجهزة البيجر بتشتغل على شبكة تاترة أحد ترددت لسلكة والحزب وحده ما عنده إمكانية خلق شبكة كاملة على مستوى البلد لتشغيل هالأجهزة الشبكة بحاجة لأجهزة إرسال كبيرة ومكشوفة وموزعة بكل الأراضي اللبنانية مثل شبكة الخليوية لهيك اعتمد حزب قلة على شبكة تاترة الموجودة أصلاً بلبنان اللي بتشتغل عليها مختلف الأجهزة الرسمية إشارة التفجير والتنبيه قبلها إجوا من هالشبكة كشف الصحافة في رأس حطوم بتقرير استقصائي أنه إنشاء هالشبكة تلزم لشركة سيرتا لصاحبها هشام عيتاني عيتاني صار من كبار متعهدي الجمهورية بعد وصول نهاد المشنوق لوزارة الداخلية وصفقة تاترة كانت وحدة من الصفقات اللي أصرت وزارة الداخلية على تلزيمها لنفس المتعهد حتى بمجالات المعلوماتية ولأنه شركة عيتاني ما عندها الخبرة والاختصاص اضطرت تعتمد على شراكة مع إربس الفرنسية لإنشاء الشبكة وتوحيدها شبكة حساسة معمولة لتستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية صارت تحقيق شركة أجنبية معروفة بتعاون العسكر العلنة مع إسرائيل